السلام عليكم في هذا الفيديو سنتابع جولة تعريفية حول إحصائيات يوتيوب والتي من خلالها يمكنك مراقبة أداء قناتك وفيديوهاتك باستخدام تقارير وبيانات تفصيلية تساعدك في تحقيق هدفك على يوتيوب بعد تسجيل الدخول إلى قناتنا على يوتيوب سنقوم بالضغط على الصورة المصغرة للقناة في أعلى يمين الصفحة ثم اختيار يوتيوب ستيديو من القائمة الموجودة على اليسار سنختار أنريتكس وسنركز في هذا الفيديو التعرف على التقارير في قسم overview نلاحظ أن يوتيوب يعرض لنا بشكل تلقائي تقارير إحصائيات القناة ونشاطها خلال مدة زمنية محددة وهي خلال آخر 28 يوماً من هنا يمكننا تغيير المدة الزمنية الخاصة بالتقارير لتكون خلال آخر 7 أيام 90 يوماً 365 يوماً أي خلال آخر سنة من تاريخ اليوم lifetime التقارير منذ بدء القناة بالإضافة لإحصائيات السنة الحالية والسنوات السابقة وأيضاً إحصائيات الشهر الحالي والشهرين الذين يسبقانه كما يمكننا من خلال custom تحديد فترة زمنية لمتابعة إحصائيات القناة خلالها هنا يمكننا تحديد بداية الفترة الزمنية وهنا نحدد نهايتها وسنلاحظ ظهور الإحصائيات الخاصة بهذه الفترة أولاً views أي عدد المشاهدات خلال الفترة الزمنية التي قمنا بتحديدها ثانياً watch time وقت مشاهدة القناة بما يتضمن وقت المشاهدة لمقاطع الفيديو العامة والخاصة وغير المدرجة والمحذوفة ثالثاً subscribeers يمكن أن يساعدك معرفة عدد المشتركين خلال فترة معينة في فهم أسباب اشتراك المشاهدين أو إلغاء اشتراكهم في قناتك رابعاً your estimated revenue ربحك المقدر وهو إجمال الإيرادات المقدرة من جميع الإعلانات على قناتك في الفترة الزمنية المحددة ويمكنك عند التحرك على أي نقطة في المنحنة الأزرق معرفة الإحصائيات مثل عدد المشاهدات بشكل محدد خلال يوم وتاريخ ضمن الفترة الزمنية التي اخترناها أما هذه الرموز في الأسفل فتشير إلى مواعيد رفع مقاطع الفيديو على قناتك وأداء المشاهدات خلال كل عملية رفع ولو أردنا معلومات تفصيلية أكثر عن إحصائيات كل فيديو فيمكننا الضغط على سيمور واستظهر لنا تقارير مفصلة أكثر لأداء كل مقاطع الفيديو التي تم نشرها خلال الفترة الزمنية التي تم اختيارها وبهذا يمكنك معرفة الأفكار التي يتفاعل معها جمهورك أكثر ثم التركيز على تلك الأفكار لتطوير قناتك في الجزء الأيمن من الشاشة نلاحظ بعض البيانات التي يتم تحديثها بشكل مباشر مثل عدد المشتركين في القناة وعدد المشاهدات وأفضل ثلاث مقاطع فيديو خلال آخر 48 ساعة وأسفلها مباشرة إحصائيات آخر عشر مقاطع فيديو تم رفعها للقناة عدد المشاهدات على هذا المقطع عدد المرات التي ضغط فيها المشاهدين على مقطع الفيديو لمشاهدته بعد رؤية الصورة المصغرة متوسط وقت المشاهدة لهذا الفيديو ومن هنا يمكنك الانتقال لصفحة الإحصائيات الخاصة بكل فيديو أما قسم فهو خاص بعرض أفضل مقاطع الفيديو التي حققت أداء ممتازا خلال الفترة المحددة بناء على عدد المشاهدات ووقت المشاهدة الجدول يعرض حتى عشر مقاطع بحد أقصى ولرؤية أداء باقي المقاطع أو التعرف على إحصائيات أكثر لها فسندغط على سيمور هذا كل شيء بالنسبة للتقارير في قسم أوفرفيو وبالطبع سيكون هناك مقاطع تشرح بشكل تفصيلي المزيد مستقبلا اشتركوا في القناة